رجل تجاوز الستين من عمره بعد أن تزوج ابنه الذي يعمل خطيبا بأحد المساجد حاول كثيرا أن يأخذه ليعيش معه خاصة بعدما ضعف بصره بعض الشيء ولكن الأب رفض أن يترك المكان الذي يجد فيه أجمل الذكريات فأحضر له الإبن خادما يعمل على راحته وفي أحد الأيام اتصل الأب بابنه ليأتي إليه في الحال ورغم أن الإبن في ذلك الوقت كان يخوض اختبارا كمقدم برامج دينية في إحدى القنوات الفضائية إلا أنه اعتذر لصاحب القناة وفضل تلبية نذاء أبيه وعندما تعجب صاحب القناة من مغادرته وضياعه لفرصة لا تعوض ابتسم الإبن وذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه وعندما وصل الإبن إلى أبيه وجده غاضبا حزينة وعندما سأله عن سبب حزنه قال له لقد وضعت كل المبلغ الذي معي داخل ظرف وبحث عنه كثيرا ولم أجده فابحث عنه يا بني فأنت نور عيني بعدما ضعف بصري ابتسم الإبن وقال له اطمئن سنجده إن شاء الله بدأ الإبن في البحث عن الظرف وكان يعلم أن والده يضع كل هام يخصه داخل علبة ملونة كانت أمه المتوفية تحتفظ بها وتضع داخلها حليها وعندما فتح الإبن علبة أمه وجد الظرف ولكن لم يجد نقودا به وإنما رسالة كتبها الخادم يخبر والده فيها أنه اضطر لأخذ المبلغ لإجراء عملية جراحية لزوجته وأنه سوف يرده على أقصاط وطلب منه السماحة وقبول اعتداره بعد أن قرأ الإبن الرسالة لم يخبر والده بما فيها وإنما عرض على أبيه الخروج معه في نزهة فوافق الأب وذهب معا إلى أحد المطاعم وتناول وجبة الغداء ثم استأذن الإبن لدقائق وذهب ليسحب من رصيده نفس المبلغ الذي كان بالظرف ثم رجع لأبيه وعاد به إلى بيته ودون أن يراه الأب وضع المبلغ في الظرف وقال لأبيه مبتسمة لقد وجدت نقودك فرح الأب ودعا لابنه كثيرا ثم غادر الإبن بيت والده وذهب للخادم وأخبره بأنه سدد المبلغ لأبيه ولا يريده منه ثم عاد إلى بيته وزوجته وفي اليوم التالي فوجئ الإبن بصاحب القناة يتصل به ويخبره أن اللجنة بعد مشاهدة خطب كثيرة له من خلال فيديوهات اختارته ليكون المقدم للبرنامج الديني ولكن السبب الرئيس لتفضيله عن الآخرين هو بره بأبيه فحمد الإبن ربه كثيرا وقال هذا بفضل الله ثم بفضل دعاء والدي لي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون شادي شاب طيب القلب ميسور الحال وعلى خلق أراد الزواج من جارته الجميلة الملتزمة وأخذ رأي صديقه حمدي في هذا الأمر فنصحه بعدم الزواج بها ولم يخبره أنه كان يتمناها لنفسه وظروفه المادية منعته من التقدم لها ولكن شادي لم يعمل بنصيحة حمدي وتزوجها وعاش في بيت جميل وبعد شهر واحد التقى حمدي بشادي وقال له هل اشتريت سيارة خضراء بدلا من سيارتك؟ فعند مروري بالأمس من أمام بيتك وأنت في عملك رأيت سيارة خضراء وشهدت فتاة تشبه زوجتك تجلس بجانب السائق عاد شادي إلى بيته غاضبة وسأل زوجته إن كان أحدا من أهلها زارها بالأمس وهو في عمله فنفت ذلك تماما مع ذهب يومين طلب حمدي من أحد جيرانه أن يذهب إلى شادي في العمل ويسأله نفس السؤال فذهب الجار وسأل شادي إن كان اشترى سيارة سوداء غير سيارته لأنه شاهد سيارة سوداء منذ قليل وفتاة تجلس بجانب السائق في مشهد عاطفي غضب شادي وترك العمل وعاد لبيته فوجد زوجته تعد الطعام وقبل أن يتهمها بشيء أو يعتدي عليها تذكر قول الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقام بأخذ إجازة من العمل لمدة أسبوع دون أن يخبر زوجته وفي صباح كل يوم يخرج بسيارته كأنه ذاهب إلى عمله ثم يخفي سيارته ويجلس أمام بيته متخفيا ويشاهد ما يحدث وطوال الأسبوع لم يشاهد أي سيارات أمام بيته ومع ذلك التقى به حمدي وهو في طريق عودته للبيت وأخبره أن الناس تتحدث عن السيارات التي تأتي أمام منزله وعليه أن يتخذ موقفا تجاه زوجته فنظر إليه شادي بغضب وقال له لقد اكتسبت إثما عظيما إثما الغيبة والنميمة كما أنك قذفت مسلمة محصنة وأردت التفريق بيني وبين زوجتي بالباطل والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من فرق بين زوجين بباطل لا ينظر الله إليه يوم القيامة تب إلى الله ربما يسر لك أمرك أثر هذا الكلام في حمدي كثيرا وأخذ يبكي ويطلب من شادي أن يسامحه ووعده بالتوبة عن النميمة وكل ما يغضب الله ففرح شادي كثيرا وسامحه وأصبح صديقين كما كان من قبل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنهتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم نهى فتاة جميلة وذكية عادت مع أسرتها الثرية إلى بلادها بعد أن أنهى دراستها الجامعية بإحدى دول أوروبا وبعد عودتها تقدم للزواج منها ابن عمها والذي لا يملك إلا شهادته الجامعية وطموحا كبيرا فوافقت به رغم رفض أسرتها وقبل الزواج اشترط ابن العم على نهى عدم الإنجاب إلا بعد خمس سنوات وتفريغ كل وقتها لإنجاح مشروعه الذي سيدر عليهم الملايين فوافقت نهى ولم تقل للزوج شيئا إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وبعدها ساعدت زوجها بالمال والجهد والعلم حتى أصبح زوجها مليونيرا وافتتح أكبر شركة تجارية وبعد ستة أعوام من الزواج فوجئت نهى بغدر ابن عمها وزواجه من سكرتيرته فحزنت كثيرا وقررت استخدام ذكائها للانتقام من ابن العم الذي قام بتطليقها وطلب منها الخروج من المنزل والذي يبلغ ثمنه الملايين وذلك لأن سكرتيرته ترغب فيه وعطاها ثلاثة أيام فقط للخروج من المنزل وأمضى مع زوجته الجديدة الأيام الثلاثة بأحد الفنادق أمضت نهى اليوم الأول في تعبئة أمتعتها في صناديق وحقائب وفي اليوم الثاني أحضرت شركة مختصة بنقل الأمتعة لجمع أشيائها وإخراجها من المنزل وفي اليوم الثالث جلست وتناولت عشاء مكون من الجامبر والكافيار وعندما انتهت ذهبت إلى كل غرفة وقامت بوضع مخلفات الجمبر والكافيار في جوف كل قضيب من قطبان الستائر ثم قامت بتنظيف المطبخ ورحلت وعندما عاد الزوجان للبيت لم يشعر بشيء في الأيام الأولى وببطء بدأ التفوح من المنزل رائحة كريهة فقام الزوجان بمسح الأرض وتهوية المنزل وفحص الفتحات للكشف عن القوارض الميتة ثم تم استدعاء متخصصين بإبادة الحشرات بالغاز واستبدال سجاد الصوف الثمين لكن كل ذلك لم يأتي بنتيجة وبعد فترة توقف الناس عن زيارتهم وتركت الخادمة العمل فقرر الزوجان الانتقال إلى مكان آخر بعدما لم يعد بإمكانهم تحمل الرائحة أكثر من ذلك وبعد شهر وعلى رغم من تخفيضهم لسعر المنزل إلى النصف لم يتمكن من العثور على مشتر لمنزلهم كريه رائحة واضطر الزوج إلى اقتراض مبلغ ضخم من البنك لشراء منزل جديد ثم فوج الزوج بنها تتصل به وتخبره أنها تشتاق لمنزلها القديم وبأنها مستعدة للتنازل عن حقوقها بعد الطلاق مقابل الحصول على المنزل ففرح كثيرا ظنا منه أن نها لا تعلم برائحة المنزل ووافق على السعر الذي كان يشكل عشرة في المئة من قيمته الحقيقية واشترط عليها أن توقع على عقد البيع في نفس اليوم فوافقت نها وفي ساعات قليلة تم البيع ووقف الزوجان على وجههما التسامة حمقاء وهما يشاهدان شركة نقل الأثاث تقوم بنقل كل شيء من البيت القديم إلى بيتهم الجديد بما في ذلك قطبان الستائر وأصبحت الرائحة الكريهة والخسائر الكبيرة يلازمانه جزاء غدره بمن ضحت لأجله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قصة واقعية حدثت في المرجب القاهرة حيث اتصل عميل بسائق أوبر وطلب منه أن يحضر إليه بمنطقة المرج وقد تعود السائق على أن يقف أول الشارع ويأتيه العميل مكان وقوفه إذا ما كانت المنطقة مزدحمة أو الطريق غير ممهد إلا أنه في هذه المرة دخل بسيارته ووقف أمام بيت العميل رغم الزحام والطريق الغير ممهد نزل العميل وفتح الباب الخلفي وأدخل طفلا صغيرا ثم جلس هو بجانب السائق وقال له مستشفى 57-3-57 فقال السائق في نفسه الحمد لله أني لم أقف أول الشارع اعتذر العميل للسائق لأنه أتعبه بدخوله أمام البيت وقال له ابني كان قد أخذ جلسة كيماوي بالأمس ولن يستطيع السير اليوم لأول الشارع ابتسم السائق وقال له لو أستطيع أن أصل بالسيارة إلى سريره وأحمله لفعلت ظل السائق والعميل يتحدثان حتى وصل أمام المستشفى فقال السائق هذه الرحلة هدية مني لك رفض العميل وأصر على أن يعطي للسائق حقه وعرف أن المبلغ المطلوب هو 70 جنيها فأخرج 200 جنيه وأعطاها للسائق ليعطيه الباقي فاعتذر السائق لعدم وجود نقود تكفي معه ثم قال له عندما تريد العودة لبيتك اتصل بي لأعيدك وعندها أخذ مالي رفض العميل وأصر على إعطاء السائق حقه ثم استأذن منه ليقوم بفك المئتي جنيه ولكنه لم يجد مع البائعين ثم أشار له سائق تكسي وأخبره أن معه صرافة فأعطاه المئتي جنيه وما هي إلا لحظة حتى أسرع سائق التكسي بعد أن أخذ المبلغ وهرب شاهد السائق ما حدث وكان يريد مطاردة السائق التكسي إلا أنه خشي أن يظن العميل أنه اختطف ابنه وظل في حزن شديد يشاهد صدمة العميل الذي جلس يبكي على الرصيف ويحدث ربه قائلا فرجك يا الله لم يعد لي طاقة لتحمل أكثر مما أنا فيه نزل السائق يطيب خاطر العميل ويطلب منه أن يحمد الله على أن المصاب في المال فقال له العميل والدموع في عينيه هذا آخر مبلغ معي أردت أن أدفع المواصلات وأشتري لعبة لابني حتى ينسى ما هو فيه من ألم بهذه اللحظة نزل شاب من سيارة فاخرة كان يراقب الموقف وذهب للرجل ووضع في جيبه مبلغا من المال ثم أسرع بسيارته ولم يقل كلمة واحدة سأل العميل السائق عن هذا الشاب إن كان يعرفه فأجاب بالنفي وضحك وقال للعميل مازحا هيا نجلس بالسيارة ونعد المبلغ ونقتسمه عد العميل المبلغ فوجده ألفين وخمسمائة جنيه فأخذ يبكي ويقول هل رأيت رحمة الله ولطفه لي أربعة أشهر لم أدفع إيجار شقتي وهو ألفا جنيه وصاحب البيت كل شهر يطلبه مني ولا يقدر حالة ابني واليوم وأنا أصل الفجر دعوت الله أن يرزقني بمبلغ الإيجار أو يجعل صاحب البيت يرق قلبه لي حتى يرزقني فسبحان الله العظيم جعل المئتي جنيه تحلو في عين سائق التكسي ويأخذها ويجري كي يأتي آخر ويعطيني الإيجار وزيادة سبحانك ربي أنت أرحم الراحمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر